وبالعودة إلى الشأن المحلي ووسطى استمرار تردي وأتهالك الكثير من شوارع الكويت باتت الحفر هاجسا يؤرق مرتدي الطرق نظرا لتسببها ببعض الحوادث المرورية أحيانا أو لتداعياتها السلبية والخسائر المادية المترتبة على الصيانة الدورية للمركبات الرأي سلط الضوء على هذه القضية في التقرير التالي للزميل ابتسام رمال هذا هو الواقع الذي يشتت انتباه قائد المركبة وبالتالي قد يعرض حياته للخطورة بسبب حفرة وجدت فجأة ودون سابق انذار الرأي جال على بعض محال الميكانيك ليقف عند تأثير هذه الحفرة على السيارات ولكن هل طرق الكويت تشكل بيئة صالحة لقائد المركبات؟ الحفر أو سواء الحصة أو الأمور هذه كلها طبعا أنه يجب القضاء عليها لأنه يجب أن تكون الطرق هي بيئة صحية لإصخدامه وهذا حق من حقوق مستخدم الطريق أنه يكون الطرق أنه تكون سهلة وانسيابية بحيث أنه لا يركز على الحفر ويروح عامل لحادث مروري فبالتالي يجب أنه طبعا إعادة تهيئة الطرق وهذا حق من حقوق مستخدمها عدم الانتباه 94% هي سبب للحوادث المرورية فبالتالي لأن الطرق عنديها بيئة صحية أو لاستخدامها يواجه مستخدم الطرق مشكلة كبيرة تتعلق بوجود الحفريات على اختلاف أحجامها الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على المركبات وحتى على حياة الأفراد ولكن من ناحية القانونية هل يحق للمتضررين المطالبة بالتعويض والتقدم بالشكوى؟ سؤال طرحناه على القانونيين الذين أكدوا حق المواطن والمقيم في الملاحقة القانونية لكل مواطن كويتي أو وافد أو مقيم في هذه الأرض أن يقاضي وزارة الأشغال على هذا التقصير وهذا الإهمال يفترض أن وزارة الأشغال تقوم بعملها لكن أيضا يفترض على وزارة الأشغال أن تقيم شوارع وطرق وفتحات ومسارات حقيقة تبعد هذا الاختناق الموري بخلاف ذلك أيضا تضع حارات أمان بحيث أنه تمنح هذا التطاير من الحصى بلا شك أنه إهمال حكومي بلا شك أنه أي مواطن أي وافد يستطيع الرجوع على الدولة مع الأسف بالتعويض وهذا الأمر بسبب التقصير والإهمال يرجع بداية تعويض مباشرة حقيقة ويطالب فيها بالأضرار التي حصلت مثلا لمركبته أو لا قدر إذا كانت هناك أضرار أخرى لكن نفترض أنه أنت ماشي في زيارتك فأغلب الأضرار هي تكون على المركبة فبالتالي هو يرفع دعوة يطال فيها مندب خبير ومندب خبير تقدير هذه الأضرار وأن هذه الأضرار أيضا ربطها مباشرة في السبب الذي تطاير الحصى ولحين الانتهاء من الجسور الجديدة والشوارع تبقى هذه الحفريات مصدر خسائر بالنسبة لقائد المركبات على الطرقات ابتسام رمال الرأي